طبعا في ندوة تسقفية القوات المسلحة الـ 36 كلنا تابعنا وشوفنا الفيلم عن معركة أبو عطوة المتحدث العسكري نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك هذا الفيلم عن هذه المعركة واللي بتناول قصة أبطال المجموعة 139 صعقة اللي شكلوا بأجسادهم الصلبة حائط صد ضد دبابات القوات الإسرائيلية ومنعوهم من دخول الإسماعيل كان نصر أكتوبر وسوف يبقى أسطورة تتناقلها الأجيال عن رجال جابه المستحيل فعبروا الحد الفاصل ما بين اليأس والرجاء ومن بينهم رجال الصعقة المصرية الصعقة المصرية أول من عبر قناة وأول من أطلق النيران وآخر من أوقفها وتلك قصة أبطال المجموعة 139 صعقة الذين شكلوا بأجسادهم الصلبة حائط صد ضد دبابات القوات الإسرائيلية فمنعتها من التدخل في مراحل العبور وإقامة رؤوس الكبار في بداية حرب أكتوبر صدرت الأوامر لأحدى كتاب المجموعة للإبرار جواً على مسافة 30 كم شرق خلاة التويت صدرت الأوامر لكتيبة من المجموعة للإبرار شرق القناة عند الطاصة على المحور الأوسط وعند تل الفرمة على المحور الساحل في مهمة تبدو مستحيلة كان الهدف تعطيل دبابات العدو من الوصول إلى خاتف تويت لمدة 2 ساعة لكن هؤلاء الأبطال استطاعوا تعطيل العدو لمدة 12 ساعة وده اللي ساعة في تمتيل قواتنا من العبور والقتال وتحقيق النظر دوالت الملحم بتطور سير القتال ونجح رجال المجموعة في القضاء على الأمل الأخير للقوات الإسرائيلية في دخول مدينة الإسماعيلية في معركة مفصلية دارت وقائعها بين يومي التاسع عشر والثالث والعشرين من أكتوبر وسجلتها أدبيات الحرب الإسرائيلية بمعركة حقول المنجو وعرفها المصريون بمعركة أبو عطوة كانت معركة أبو عطوة من أجرس المعارك بين أبو جند والدبابة استطاع فيها المقاتل المصري تدمير دبابات العدو بسلاحه أرب جي سبعة واحطام الدبابات موجود هنا فأبو عطوة مع تقدم سير القتال ووسط احتدام المعارك دفعت القوات الإسرائيلية بثلاثة ألوية مدرعة ولواء نظلي تحت قيادة شارون وكان الهدف هو دخول مدينة إسماعيلية ولكن المفاجأة كانت بانتظارهم على مشارف المدينة نظمت مجموعة من الكمائنة على مشارف مدينة إسماعيلية أخرها كمين أبو عطوة تصدينا للعدو سببنا له خسائر في الأرواح والمعدات ومنعناها من دخول المدينة عبطرية الصمود في حرب أكتوبر تجاوزت معنا النصر الكاسح وما كان هذا الإعجاز ليتحقق دون وحدة جيش وشعر أم كانهما تحد الصاد وحطموا سويا حاجز المستحيل مساء يوم عشرين وبعد تنظيم التن كمين في مشارف أبو عطوة وجاءنا ببعض الأشخاص يتحدثون العبرية فتحنا النيران واستطعنا القضاء على العدد الأكبر منهم جاءت مجموعة تانية اشتبكنا معاهم وانصب بطلعة في الرابة واشتوش الجنبي العريفي البطل فاروق عفتاح السيد عنقذني أهل عزبة السحارة فرحت جداً لما لقيت أحد أهل أبو عطوة جايب لي الرقيب أحمد البدري مصاب وارفت أنه لسا عايز الأرض دي اتروت بدم غالي دم الشهد الأبطار سرد رئيس الأركان ديفيد بن ألي عازر جانباً من تفاصيل معركة أبو عطوة في مذكراته بقوله إن قوات شارون ما كادت أن تكرر محاولة تقدمها إلى مدينة إسماعيلية حتى وقعت في كمين ضخم قامت به كتيبتان من رجال الكوماندوز المصريين ودارت معركة شديدة سقط فيها الكثير من القتلى والجرحة ليس من المنطق مطلقاً أن تتصدق تبتين سعقة لتأكل أطمد الرعاة ولو مظل إسرائيلي بقى شارون ولكنها إرادة الله سبحانه وتعالى يقول شارون لقد شاهدت الكثير من المذابح ولكن هذه المعركة فقهولها ما شاهدته خلال الحروب الأخرى ولم تنتهي الذكرى المجع الشاهد هنا هو حجم القتلى الإسرائيليين في قلب الحقول الكثيفة لأشجار المنطق أما دباباتهم المحطمة على مشارف الإسماعيلية فبقيت لمصر والمصريين ميراثاً قالداً ما بقيت زمن وبكل المقاييس العسكرية تعتبر معركة أبو عطوى من أهم ملاحم حرب أكتوب مصر عظيم وطلها المقاتل المصري بالبطولة والفداء ودماء الشهداء وتلك هي فصة رجال المجموعة 139 صعيقاً هؤلاء الرجال الذين استحقوا وبجدارة أن يلقبوا بأبطال من ذهب اشتركوا في القناة